باتت تسميته مرادفاً لوزارة الدفاع الأمريكية هو من أكبر المباني المكتبية في العالم يشغل مساحة تقدر بنحو 580 ألف متر مربع ويعمل داخله نحو 25 ألف شخص من مدنيين وعسكريين يضم مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان والإدارات التابعة لمختلف أقسام القوات المسلحة دوشينا مبنى البنتاجون في الخامس عشر من يناير عام 1943 في ولاية فيرجينيا وتحديداً في مدينة أرلينغتن المحادية للعاصمة واشنطن وضع تصميمه المهندس جورج بوركستروم خماسي الأضلع ومن هنا اكتسب تسمية بنتاجون ويتألف من خمسة طوابق فوق الأرض وطابقين أسفلها فكرة بناء البنتاجون جاءت قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية مباشرة إذ كانت وزارة الحرب توظف أعداداً كبيرة ولم يكن هناك مبنى كبير يكفي لاستيعاب العاملين الجدد في البنتاجون ممرات دائرية بطول نحو 27 كيلومتراً توصل أقسامه بعضها ببعض وتسهل عملية التنقل داخله إلا أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن هذه الممرات هي بمثابة معارض دائمة تحكي تاريخ مبنى البنتاجون هذا الممر مثلاً مخصص لسلاح الجو فيه تعرض المقاتلات على أنواعها من أقدمها إلى أحدثها وفي ممر آخر لا يبعد كثيراً معرض لحرب فييتنام بكافة مراحلها تم بناء البنتاجون بسرعة كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية ولم يكن هناك وقت لتزيينه لكن بعد الحرب كان لديهم هذا المبنى الضخم مع جدران وممرات فارغة فبدأوا بوضع الأعمال الفنية وكل ما يتعلق بالحروب من الحرب الأهلية إلى الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها وفي البنتاجون أيضاً مطاعم ومحال تجارية ومراكز خدمات ومحطة لمتر الأنفاق ما يجعله أشبه بمدينة متكاملة مستقلة وقد خضع مبنى البنتاجون منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2011 لعمليات ترميم عديدة أبرزها تلك التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 أما هذه القاعة قاعة الإحاطات الصحفية فربما تكون الأكثر شهرة إذ من منبرها يطل قادة البنتاجون على العالم من البنتاجون أو وزارة الدفاع الأمريكية وفاء جباعي الحرة ترجمة نانسي قنقر